اشتركوا في القناة حياتي الله يا هلو مرحبا عفرة أول شيء أنت ماشاء الله رئيسة ريفل جيم صحيح صحيح هذه منصة متخصصة بتصميم الإلعاب الإلكترونية صحيح خبرنا عن هذا المشروع وارتباطك فيه وكيف صار طبعا ريفل جيم شركة ولكن ليست شركة طابع تقليدي ريفل جيم كانت عبارة عن جزء لا يتجزأ من هذه الدولة اللي أنا حبيت أشارك فيها من خلالها أني أحط بصمة في ميادين تقدم الدولة دولتنا طبعا سباقة سباقة في الرياضة في كل الميادين فحبيت أني كلي بصمة في هذا المجال ومن أساسها طلعت ريفل جيم وهي فعلا صارت بصمة خاصة فيتي خصوصا أنا عرفت أن كل الجهود هي على مجهود خاص وشخصي لا أحد يتكلف فيه وهذا يعني أنا نفسيا ضايقني ولكن فرحانا أن بنات الإمارات يرتقون بأفكارهم أن نبن في دولتنا حتى لو عن طريق الألعاب لتثبيت الموروث الشعبي الإماراتي إن كان في يولا إن كان في قصيد إن كان في أي شيء وفكرة يديدة تدخلنا عن طريق الألعاب يمكن أنها تنخرط في مجتمعنا والأطفال هذين فترسخ فيها جماغة جدا جميلة خلنا نشوف الفيديو خلنا نشوف الفيديو وتعلقيلنا عليه بعد بتخبرين عفرة في دراهم في الموضوع طبعا لعبتنا لعبة اليولا هي عبارة عن لعبة مسارات نستخدم فيها السلاح طبعا بما أن اليوم يوم التسامح جميل وإحنا بلد التسامح لعبة اليولا أول لعبة يستخدم فيها السلاح ولكن ليس لإطلاق النار وليس للقتل جيمي فعلا جدا رائع الفكرة العبارة عن شخص يول في نفس الوقت يجمع عملات معدنية التي يستخدم فيها درهم إماراتي بالطبع بالدرهم الإماراتي بالدرهم الإماراتي والشخصيات الشخصية إماراتية في اللبس الشكل أتشوفها عفره حتى التطوير والمكان والفودغرافي الموجود في طابع إماراتي يعني بحث أمي بالأمي الرملة الحمرة رملة العين والنخال ما شاء الله يعني تشنج قاعدة فعلا في في واحة الإماراتية القديمة طبعا المشهد هذا كان في أول ميدان في اللعبة اللي هو في حي الفهدي التاريخي وهو حي شهير في إمارة دبي وين يكون متحف دبي الهدف الأساسي طبعا من وراء لعبة اليولا هو ترسيخ هوية وطن عندك جيل تبت نشأة يتمسك بتراثب أصالته بهويته في نفس الوقت تزاحمت أفكار ألعاب أفكار هدامة داخلة فيها العنف القتل دخيلة على مجتمعاتنا حاول تركز في هذا الموضوع أننا عنا هوية عنا ثقافة نبقى نبرزها للأطفال الإماراتيين وأطفال العالم شكل عام والناس حولنا إن شاء الله 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 عدنا بعد نحن تقريبا فيه شخصيات خاصة بهذا اللعبة أنت حفزتيها عدنا عنها صور أيضا نشوفها وتخبرين عنهم وشو يمثلون في اللعبة طبعا هذه شخصية خلاف الشخصية القديمة وهي ما أخذ الآيكون ما لللعبة يعني لما الشخصي يحمل اللعبة يخرج على الآيكون خلاف هذا هو من أحد الفائزين كانوا في مهرجنات اليولا ولا ولا لا شخصية خطرعية وهمية شخصية مختأة يعني جميل يعني بحكي من اسم خلاف وائد جديم على فكرة يعني من اسماء التراثية الإمراتيين موجودة عنا جديمة وهو شخصية قديمة في اللعبة بالضبط في لبسة في شكلة في تسفيرة أنا لأنا لاحظنا يعني موشلل عليك كمبلتها من كل نواحي حتى أصغر التفاصيل حطيتها لجنتش تثبتين المروض الإمراتي طبعا عندي خمس شخصيات الشخصية الأساسية اللي هي شخصية سيف طفل يتجاوز تقريبا عمره ثمان سنوات جم هذا البداية وعندي شخصية خلاف اللي تفتوها في شخصية الرجل اللي هو باسم بطي وفي شخصية الشرطي اسهيل وفي شخصية هزع جميل من جمدها حظ الأسماك طبعا أكيد طبعا الأسماك كلها أصيلة زين يوم أطلقت هذه اللعبة شو الصدى اللي كان وشو أضافت لك طبعا في أول يوم لإطلاق اللعبة على الأبل ستور لقيت أن اللعبة لاقت على اختيار المحررين في أبل جميل شي جميل يعني لما أنت تشوف عملك يجسد جدامك شركة كبيرة مثل شركة أبل تشوفها شي كبير طبعا هم ركزوا في الموضوع وفي الاختيار على جودة العمل إتقال العمل والهدف من وراء العمل جميل جميل زيني حنا نتكلم اليوم نا ما شاء الله ما تشوفت أبل تلتفت لهذه الألعاب التراثية وهي تمسد دولة الإمارات خصوصا ليش ما في سبونسورين دخلوا لك أو من وين القليات هل منتش أو فعلا ما في جهات التفتت صوبتش في هذه لأن حين ما في شاركت فيها في معارض شاركت فيها اللعبة تقريبا عمرها أقل من شهر يعني توهى على العتب مرفوع كم خلت وقت تقريبا سنتين سنتين ونص تقريبا بالتش طويل سنتين ونص ما شاء الله بالعكس هذه الأعمال تحتاج لوقت وفعلا الجميل في الأمر لأن عندك في اللعبة في تجارب أنت تجاربين يعني تعرفين اللعبة أولى في مجالها فأخطاء وارد التعديلات وارد ما في حين تجرب قبل عشاس أنت تعلم من أخطائها صحيح هي نادرة من نوعها بالضبط ففيه أشياء أنت تركزين عنها أنت بتحملينها على أجهزة ذكية الأجهزة هذه كم تتحمل أكيد فيه طاقة لللعب يعني مثلا إذا أنا بقدم الألعاب بطريقة يعني الشخصيات بطريقتها مثل ما أنا قاعد أجدانكم من حين تأخذ رزوليوشن عالي بخرب الجهاز طبيعي فأنت أخذتها من كل الحافظة فأنت تبين أشياء الطابق لها في نفس الوقت أنت حريصة على الجودة ترد تكرر العمل لا هذا أعدل لا شل هذا حط هذا نفس الشي عندي ميادين في اللعبة أنا اللي عرفت أنه ما شاء الله هي غير أنها لعبة هي سياحية وتراثية وترفيهية في نفس الوقت وأنها موجودة حول دولة الإمارات كاملة يعني مش فقط في إمارة دبي أو بوضبي وبوينت موجود فيها خبرنا عنها أكثر بعدها طبعا في الفكر الأساسي كانت أن أنت تبتقدم بلادك بشكل حلو للعالم تابي توصل للعالم أن بلادي فيها أماكن حلوة في نفس الوقت حتى داخل أنت تبتبين للناس أن ترى بلادنا حلوة صحيح وفي نفس المجال تثقفهم عن هذا المكان يعني مثلا حيّل فيهدي لما تدخلين اللعبة وتشوفين حيّل فيهدي نبدأ عن حيّل فيهدي حيّل فيهدي وين في أي مكان في أي إمارة في الميدان الثاني اللي هو قلعة الميدان اللي هي في القرية العالمية اللي تقام عليها بطولات جميل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد اللي بطولات فزاع لليولا اللي هو طبعا صاحب إحياء فكرة إحياء التراث في دبي يعني أو في الإمارات بشكل عام يعني فيتركيز على هذا الموضوع حلبة مرسياس في بوضبي تقام عليها سباقات الفورملا تقريبا خليتهم يولون هناك بالضبط وإن شاء الله يولون في ميدان حلبة مرسياس فراري ورد لهم في الطيب النصيم إن شاء الله في المرحلة إن شاء الله لما كان السياحي يبيدون أنا أشوف أن مثل هذه الألعاب نحن بحاجة لها بشكل كبير جدا جدا وأيضا مثل هذه الأفكار تطبيقها ليس بالسهل لكن أنت قطعتي أهم شوتس بأن أنت أثبت بأن نحن قادرين أن نحن نقدر نسوي مثل هذه الألعاب ونقدمها بجودة عالية جدا أنا نزلت اللعبة من كذي مشغول نحن نلعب بنيولة اليوم بنيولة اليوم فأحاول أني بس أشغلها على أساس أن نشوف شو الشخصية فيها يمكن إذا نقدروا ومشاهدين أيضا يشوفونا بداية اللعبة يعني هذه البداية صحيح؟ هذه البداية طبعا بداية اللعبة مع الشخصية سيف سيف هذا يوم كان صغيروني لأنه كبار سيفه بطي ولا بطي الريال سيف هزاع هزاع عقب سيفه بطي وسهيل حفظت اسمه هو نفسه يكبر هي لها مراحل يعني أنت عندك شخصيات في مراحل عمرية مختلفة لكل شخصية ميزة معينة في لعبها طبعا سيف اللعب المبتدأ حليلة توا يتعلم يعني اليولا جميل أحبت شخصية أنا نصدقين حبيتها معنها يعني إلكترونية بس حبيتها إذا لاحطوا حتى الحواجز اللي داخل اللعبة مجتمدة من تراث دولتنا في صقر وفي خيل طبعا الأسلحة حتى المستخدمة في اللعبة هنا في السليونها فيه الخنجر الملكي فيه الجمل فيه الذيب فيه الكند والكيراك طبعا كلها هاي أسلحة موجودة يعني كلها موجودة كل ماي يكبر يتطور طبعا لأنه يمكن الجهاز شوي بطيء زين طبعا إذا أنت تحبين توجهين كلمة لمن توجهينها وما تقولين فيها طبعا بعد أقول نجاح صدى وصول اللعبة لمجتمع دولة الإمارات أحب أشكر الداعم الأساسي لنجاح انتشار الفكرة على مستوى الإمارات الصعيد الداخلي المحلي سمارت ما نجمت صراحة دعموني بشكل كبير أن الفكرة تنتشر ثاني شيء أوجه رسالة للهيئات الحكومية ورجال أعمال إماراتيين في يعني التفتوا التفتوا بالضبط أو عشنا كنا إيد وحدة ندعم شيء أساسي في دولتنا احنا كنا نسعى للتطوير طبعا ما سألتوني عن شيء مهم اللي هو من وين يتفكرة أني أنا أطلق لعبة تراثية طبعا هي من مقولة أبونا الله يرحمه ويغفر له زايد بن سلطان من ليس له ماطن ليس له حاضر أو مستقبل طبعا حبيت أن التراث يجسد الماضي يجسد في الحاضر بطريقة المستقبل جميل حبيت أن هذا الشيء يوصل يعني إحنا كنا إيد وحدة نتعاون نوصل رسالة للعالم أن دولتنا زخية بتراث بهوية لازم نغرسها في الصغير عشان مثل ما تقول يربى معاها يتربى معايا ويكبر وهو متأصل ومتمسك في هذا الشيء جدا جميل أنا صراحة أشكرت على فكرة وأشكرت على هذا المبدأ الذي هو فعلا من المغفور له طبعا شيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وفعلا ما لا ماضي ما لا حاضر ونحن اليوم في الحاضر ردينا على الماضي لجنة نقدر نكمل شكرا لوجودتك معنا رموانقر سعيد نحن أكد أيضا لكل رجال الأعمال وأشركات القطاع الخاص والقطاع العام والحكومي كلهم يوم يأتيك حد لا تقول له سأويري بروبوزا لا تجيب لي عرض يلسى مع ناس مهتمين إيلس ونحما ساعدك كيف توصل لإتباه لا تخلي يروح لأن يوم يروح وما يعرف كيف يسويه وبالتالي ما بيرد لك مرض هانية وإنما بيجيه بعض الإحباط لكن ما شاء الله عفرة ما جاء إحباط بدت ويوم شافوا شغلها قدموا لها العون والحمد لله وصلت لما وصلت لها شكرا لك عفرة شكرا لكم